بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثامنة والتسعون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإبتاء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ حياكم الله مبارك بي فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم الدعاء بصوت عالي للميت والناس يؤمنون خلفه في حال الدفن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين لا مانع من الدعاء للميت من حين تخرج روحه وقبل الدفن وبعد الدفن وبعد ذلك ولو طال الوقت دائما يدعى للميت لكان مسلما ولكن لا يرفع الصوت عند القبر ولا يدعو واحد والبقية يؤمنون هذا لم يرد به دليل وإنما كل يدعو له بنفسه ولا يرفع صوته بذلك أحسن الله إليكم وبركة فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ كنت ألعب مع أشخاص لعبة البلوت وحدث بيننا زعل على الورقة وأحرمت ساعة زعل بأنني لا ألعب مع أي شخص منهم ثم رجعت أن ألعب معهم ماذا يلزمني مأجوري لعب البلوت لا يجوز لأنه له وأيضا يحصل به ما ذكره السائل من الحزازات والغضب بعضهم على بعض فلا خير فيه يتجنبونه وإذا حرمه أو حلف لا يفعله ثم عاد إليه إنه آثم وأيضا يكون عليه كفارة يمين يكون عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبهم أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالنسبة يقول للمذيع أو غير في الرأي أو التلفاز هل يجب علينا أن نرد عليهم السلام إذا سلموا ما فيه مانع لا بأس بذلك إذاكم الله خيرا يقول هذا السائل فضيلة الشيخ كان عندي محل أدوات مكتبية يقول وقبل حلول الزكاة بثلاثة أشهر بعت ذلك على شخص آخر فمن الذي يدفع الزكاة؟ هل تجب الزكاة علي أم على الشاري؟ يا سبحان الله كل يدفع زكاة ماله أنت عندك الدراهمة التي بعت بها تزكيها وهو عنده المواد إذا كان يريدها للبيع أيضا يزكيها يعني قومها بما تساوي عند تمام الحول على رأس المال ويزكيها فكل يزكي ملكه نعم يقول هل تجب الطهارة من الحدث الأصغر بالنسبة للطواف وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟ نعم تجب الطهارة للطواف مثل ما تجب للصلاة ولا يصح طواف بدون طهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف لم يرد عنه أنه طاف من غير طهارة بل داوى ما على الطهارة وثانيا قال صلى الله عليه وسلم قواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه وهذا الأثر منهم من يضعفه مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويصححه موقوفا على ابن عباس وحتى لو قيل إنه موقوف على ابن عباس فله حكم المرفوع لأن هذا حكم شرعي لا يقوله ابن عباس من عند نفسه الطواف بالبيت صلاة لا يقول هذا من عند نفسه هذا لا يقوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها وضاق عليها الوقت قال احرمي بأمرها أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتكون قارنة وقال افعل ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وكذلك لما حاضت صفية رضي الله عنها بعد الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي يعني عن السفر لأنها قالوا إنها يا رسول الله إنها قد أفاضت أي طافت طواف الإفاضة دل على أنها لو لم تكن طافت طواف الإفاضة أنها ستحدسهم عن السفر إلى أن تطهر ثم تطوف بالبيت هذه أدلة صريحة في وجوب الطهارة للطواف بالبيت نعم أحسن الله إليكم الأخ رائد يقول أرجو من الشيخ أن يحدثنا عن الثبات على الدين وما الأسباب المعينة على ذلك دعا يدعو الله أن يثبت على الدين ومن أسباب الثبات أن يتجنب الدخول في الفتن وأن يتجنب مجالسة أهل السوء وأن يبتعد عن أسباب الانحراف وغير ذلك من الأسباب من مصر هذا السائل يقول هل للرجل أن يطرف زوجته لأكثر من ثلاث سنوات لطلب المعيشة إذا احتاج إلى ذلك وهي تسمح بهذا هو محتاج إلى هذا وهي تسمح لذلك فلا بأس أما إذا لم تسمح وهو يقدر على الرجوع فإنه يرجع كل أربعة أشواء إليها ثم يرجع إلى عمله طلب الرزق نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ خليجوز ندفع الزكاة لأختي إذا كانت ليس لها دخل مع أنها متزوجة وما يصرف عليها لا يكفي لحاجتها أدفع الزكاة لزوجها الذي ينفق عليها نعم أحسن الله إليكم أما رأيكم يا فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما رأيكم في أخذ القروض من بعض المصارف وهل في ذلك حذر قروض التي فيها زيادة والمصارف لا تقرض إلا بالزيادة وهي قروض ربوية هرام القارض لا يكون في زيادة مشترطة إنما يرده بحاله من غير زيادة مشترطة وهي سمى القرض الحسن وأما القرض الاستثماري فهذا ربع ولا يجوز وهو ما تزاوله البنوك نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا السائل يقول إذا كان للإنسان بنات هل لا بد أن يتأكد من الخاطب إذا تقدم لهن أو يتوكل على الله يتوكل على الله ويتعرف على الخاطب وعن أحواله من جهة دينه وأمانته وصلاحيته يسأل عن هذا يسأل عنه من يصاحبونه ويسافرون معه ويعرفونه نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ قرأ بأن صلاة الجماعة ليست واجبة ما دام الإنسان يصلي ولو صلاها في البيت أو في دكانه وغير ذلك هذا القول غير صحيح هذا قول خطأ صلاة الجماعة واجبة على المسلم الذي يسمع الأذن قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياته فلا صلاة له إلا من عذر ولماذا بنية المساجد ونودي للصلاة وما معنى قول المؤذن حي على الصلاة معناه هلموا يقبلوا للصلاة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الجماعة إلا لما مرض وثقل عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يأتون بالكبير السن والمريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف قال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق من هو اللي يقول إن صلاة الجماعة ليست واجبة مع هذه الأدلة كالحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليست في قول من خالفها نعم أحسن الله إليكم أبو عبد الله يقول بالنسبة لسنة الوضوح هل تصلى في وقت النهي؟ هذه من ذوات الأسباب التي اختلف فيها العلماء فإن فعلها فلا حرج وإن تركها فلا حرج لأن أصلها سنة ليست فريضة وليست واجبة نعم بالنسبة لشعر المولود بأنه يوزن ويتصدق بقدر وزن شعره هل هذا وارد شيخ؟ هذا قيل لكنه لم يثبت به دليل لم يثبت به دليل نعم يقول السائل بالنسبة للاستخارة هل هي في الأمور البسيطة والصغيرة كشراء الأجهزة الفهربائية وغير ذلك؟ أم في الأمور الشرعية؟ يقول بالنسبة لصلاة الاستخارة هل هي في الأمور البسيطة والصغيرة كشراء أجهزة أم في الأمور الشرعية؟ الأمور المهمة إذا هممت بأمر مهم من الأمور مثل زواج مثل تجارة مثل سفر الأمور المهمة فهذه إذا لم تعزم وكان عندك تردد فإنك تصلي صلاة الاستخارة في شأنها أما الأمور البسيطة والأمور السهلة والأمور التي لا قيمة لها فلا حاجة الاستخارة نعم أحسن الله لكم يقول الشيخ هذا السائل ما الفرق بين هدي الجبران وهدي الشكران؟ هدي الشكران هدي التطوع الذي ليس واجبا وهدي الجبران هو ما كان عن ترك واجب من واجبات النسك أو فعلي محظور من محظورات الإحرام نعم يقول هذا السائل أختي معتدة مات زوجها وتريد أن تخرج مع أهلي إلى الدمام في زيارة لأقارب لي هل لها ذلك؟ لا ليس لها ذلك عليها أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وما هي فيه إلى أن تكمل العدة لأن هذا من الإحداث الواجب في العدة نعم يقول فضيلة الشيخ ما حكم الاقتصار على قراءة الفاتحة في النوافل؟ يجوز حتى في البرائر يجوز لكنه نقص في الصلاة ترك لمستحب نعم سائل آخر يقول شيخ ما حكم إعطاء الأبناء الميسور حالهم منازل سكنية دون البنات لا يجوز هذا يجوز أن يعدل بين أولاده لأن يعطي الذكر مثل حظ الأنذرين قوله صلى الله عليه وسلم لمن خصص بعض أولاده اتقوا الله واعدلوا بين أولاده ولما طلب منه الشهادة على هذه العطية المخصصة قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور نعم هذا السائل يقول بالنسبة للاستغفار بالمسبحة هل هي من البدع؟ إذا كان يتخذها يعتقد أن فيها ثوابا وأجرا فيبدع أما إذا كان يتخذها على أن من الأمور العادية مثل الحصاء مثل الخراز التي يحصي بها التشبيحات دون أن يعتقد أن فيها أجرا وثوابا فلا مانئ نعم رضيلة الشيخ تقول الأخت نزل على ثياب بول طفل لم يأكل الطعام فصليت به لجهلي عدة صلوات فما الحكم؟ إذا كنت جاهلة أو ناسية فصلاتك صحيحة والحمد لله نعم أحسن الله إليكم يقول هل الوداع بعد العمره لازم؟ ليس للعمره وداع واجب أن هذا لم يرد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المعتمرين لطواف الوداع إنما أمر به الحجاج نعم هذا السائل يا شيخ يقول هل يجب علي الزكاة في مزرعة التي لم تكفيني صرفي عليها طوال العام؟ الحبوب والثمار تزكأ إذا بدى صلاحها تجب فيها الزكاة لأنها من الأموال الظاهرة نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل ما حكم وضع الغراء على القرآن المتمزق وماذا علينا إذا كانت الأوراق ممزقة؟ رضع الغراء على الأوراق المصحف لإصلاحها إذا كانت ممزقة لا بأس بذلك نعم أحسن الله إليكم وبركة فيكم هذا السائل قضيلة الشيخ يقول والدي سريع الغضب ويصدر منه بعض العبارات الخارجة عن إرادته بماذا توجهون مثل هذا مأجورين؟ نوجهه بأن لا يغضب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله قال لا تغضب كرر عليه قال لا تغضب علي أن يعالج الغضب باستعاذة من الشيطان الرجيم عدم التسرع لذلك نعم يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال التقويم للأسنان في حالة تطرق الأسنان أو شد اللثة؟ نابس بذلك هذا من العلاج المباح إلا احتاج إلى تقويم أسنانه أو ربطها أو علاج اللثة هلا بس بذلك تداوي مباح نعم أحسن الله إليكم يقول والدي متوفى وأقوم بالحج عنه وأحاول أن يكون من يحج عنه حج الفريضة علما بأن والدي قد حج هل يعتبر هذا من الأعمال الصالحات؟ هذا من الأعمال الصالحة لكنه ليس حج فريضة لأن الوالد تقول أنه حج يعني أدى الفريضة ويكون هذا الحج تطوعا أجره له نعم أحسن الله إليكم وبركة فيكم يسأل فضيلة الشيخ عن صلاة الرغائب هل ورد فيها شيء؟ لم يصح فيها شيء هي بدعة صلاة الرغائب بدعة لأنه لم يثبت فيها دليل نعم بالنسبة يقول للاختصار على خطبة واحدة في صلاة العيد ما حكمه مأجورين خلاف السنة السنة أن يخطب خطبتين في صلاة العيد وإذا اقتصر على واحدة فقد خالف السنة نعم يقول بالنسبة لاستعمال الفازلين هل يمنع وصول الماء إلى البشرة إذا استعمل على اليدين أو على الرجلين؟ أبدا لا يمنع سائر الأدهان التي ليس لها تجمد على الجلد لا تمنع صحة الوضوء لأن الماء يجري على الجلد ولا يمنعه دهون الفازلين أو غيرناه الأخت السائلة تقول عندنا دار وفيها مقصف للأكل هل هذا المقصف فيه زكاة؟ مقصف للبيع للبيع نعم البيع يزكون الدرهم التي يحصلون عليها التي يحصلون عليها من هذا المقصف وتبلغ النصاب يحول عليها الحول تجيب فيها الزكاة نعم أحسن الله إليكم هل ورد شيء من صيام شعبان وما حكم تقسيس الخامس عشر من شهر شعبان لصيامه في كل سنة نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ويصوم أكثره فالسنة هن يصام من شعبان ويكثر من الصيام فيه نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما هو الحكم الشرعي في قولي لزوجتي بأنتي طالق على سبيل المزاح والضحك لا مزاح ولا ضحك في الطلاق هزله جد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أنتي طالق طالقات ولو كان يمزح نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول من أجرى عملية جراحية ولا يستطيع القيام من السرير وفي بدنه ويخشى من أن يتنجس الثوب بالنجاسة كيف يتطحر هل يتوضى بالماء أو يترك ذلك إذا أمكن أن يتوضى بالماء بأن يؤتى بماء ويوضع شيء يتسرب إليه الماء ويتساقط عليه الماء صح أو غير ذلك إنه يتوضى ما أمكنه وإذا لم يمكنه فإنه يتيمم بالتراب ويصلي والحمد لله نعم جزاكم الله خيرا يقول فضيلة الشيخ ما أيسر التفاسير الذي يقرأ به المسلم والذي تنصحون بقراءة أقرب شيء وأسهل شيء تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله نعم يسأل عن القزع فضيلة الشيخ نرى بعض الشباب يعملون هذا فما الحكم في الشريعة هذا منهي عنه وهو حالق بعض الرأس وترك بعضه أو فيه تشبه بالنصارى قال صلى الله عليه وسلم في شعر الرأس احلقه كلها ودعه كله نعم يقول هذا السائل شيخ حل علي ذنب إذا لم اغتسل بعد الجماع في الليل وتركت ذلك حتى وقت صلاة الفجر لا بأس بذلك لكن السنة هو الأفضل أن تغتسل قبل النوم هذا هو الأفضل نعم أحسن الله إليكم سائل آخر كتب عن زواج المسيار ما رأيكم فيه وفي الشريعة الإسلامية لا ننصح به لأنه لا تترتب عليه مصالح الزواج الشرعي وإنما هو مجرد قضاء شهوة ولا يكون له سيطرة على زوجته ولا تسكن معه في بيته ولا إذا حصل أولاد يكون يكونوا بعيدين عنه عن رقابته فلا يحصل فلا تحصل به مقاصد الزواج فلا ننصح به نعم أحسن الله إليكم ها مسائل فضيلة الشيخ يقول هل ورد عن عمر رضي الله عنه قول من أتم في السفر فلا أتم الله له هل معنى ذلك بأنه يجب على المسافر القصر لا أعلم شيئا من ذلك القصر في السفر سنة ولو أتم صحت صلاته خلافا للظاهرية فالقصر سنة ورخصة إن أتى بها فهذا أفضل وإن لم يأتي بها وأتم الصلاة صحت صلاته نعم نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول فضيلة الشيخ صالح ما سبب كثرة الأمراض النفسية والاكتئاب في وقتنا الحاضر سببها والله وعلم العقوبات سبب الذنوب والمعاصي ولها أسباب يعرفها الأطب أسأل الأطبة عن أسباب هذه الأمراض طباء النفسانيين شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة بار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإتاء شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لزميل مهندس الصوت أثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته